اشتركوا في القناة كثير من نكهة الأصالة إلى الإمارة العصرية التي تستقبل زوارها بعبارة مكسوة بالورد على واجهة الطريق ابتسم أنت في الشارقة ولم لا فهي تتمتع بإمكانيات سياحية خلابة يشعر بروعة التخطيط الراقي الذي جعل منها إمارة تتزين بميادينها التي تشتهر بالنصب التذكارية ميدان الاتحاد المجاور من السوق الإسلامي أو كما يسميه البعض السوق المركزي واحداً من هذه الميادين الكثيرة يعتبر من أكبر الميادين الموجودة بالشارقة وأبرزها من ناحية الموقع والجمال حيث يقع على مساحة إجمالية قدرها أكثر من ستين ألف متر مربع في منطقة السور التي يحيطها السوق الإسلامي ومسجد الملك فيصل الجدير بالذكر تم تصميم الميدان بشكل مميز حيث جمع بين الرونق الخاص للميادين العامة والحدائق العامة إذ يتوسط الميدان نصب الاتحاد الذي يحوي سبع صدفات يتوسط كل واحدة منها لؤلؤة ترمز في مجملها إلى الإمارات السبع وتجتمع الصدفات السبع في شكل بديع تلتقي فيه لترتفع على شكل عمود تعلوه لؤلؤة ذهبية ترمز إلى الاتحاد وهكذا تبقى الشارقة في كل ميدان من ميادينها تحاول أن تبرز أهم المعالم السياحية التي تستقطب الكثير من السياح الذين كثيراً ما يغتنمون فرصة التصوير بجانب الميدان الذي يبهرهم لجماله وتصميمه الهندسي الفريق ترجمة نانسي قنقر